بدأ حجاج دولة الإمارات اليوم رمي الجمرات الثلاثة في ثاني أيام التشريق وصى منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الجهات المعنية في المملكات العربية السعودية فيما يبدأ حجاج 88 دولة بالنفير من مناء اليوم المتعجلين وغدا المتممين أدى طواف الوداع وإتمام مناسك الحج وحث مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات حجاج الدولة على مراعاة قدسية المسجد الحرام وأداء طواف الوداع بطمأنينة وخشوع والحرص على تجنب الكثافة المتوقعة ومن المتوقع أن تبدأ أفواج حجاج الدولة بالعودة تدريجيا إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة